الطائرة سولار امبلس 2 اقلعت من ابو ظبي في رحلة حول العالم دون ان تستخدم قطرة وقود معتمدة فقط على الطاقة الشمسية الطائرة اقلعت على الساعة الثالثة واثنة عشر دقيقة بتوقيت جرينيتش واتجهت نحو الشرق واول محطة ستكون مسقط العاصمة العمانية بعد اثنة عشر ساعة اظن اننا في مستوى الاثارة والتي تعتبر خاصة ولكن الاثارة هي ايضا التركيز وببساطة الساعة يقول اندري بوشبرغ احد الطيارين امير موناكو البرت الثاني يتابع شخصيا هذه التجربة المثيرة كما ان مركز المراقبة والمتابعة للطائرة موجود في موناكو يذكر ان الجمهور يمكنه ان يتابع على المباشر تفاصيل الرحلة عبر الانترنت الرحلة ستستغرق خمسة اشهر وستقطع الطائرة مسافة 35 كم لتعود الى ابو ظبي في نهاية يوليو تموز